اشتركوا في القناة صحة وسعادة برنامج المبدع دائما نمر محمد عبداء وايضا حلقة جديدة مليئة بالمواضيع الصحية والطبية الشيقة من برنامج صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبالشراكة مع مستشفى الزهراء إذن هذا البرنامج مستمعين نافذة مفتوحة لكم للتواصل مع هيئة الصحة بدبي نطرح في هذا البرنامج مختلف المواضيع الصحية والطبية التي تشغل بال الجميع اليوم موضوعنا جميل جدا وهو نتاج التواصل معكم مستمعين ما نطرح اليوم موضوع جدا مهم لكن قبل ذلك خلونا بس ناخذكم في جولة سريعة على أهم الأخبار اللي طالعتنا بها وسائل الإعلام المحلية والعالمية في المجال الصحي أول أخبارنا يقول الرياضة تقلل خطر الإصابة بثلاثة عشر نوعا من الصرطان الله يبعد عنه ويشافي كل مبتلة كشفت دراسة طبية أمريكية حديثة أن الممارسة التدريبات الرياضية بانتظام قد تقلل إلى حد بعيد من مخاطر الإصابة بأنواع عديدة من الصرطان حتى تلك القاتلة من هذا المرض وتشير الدراسة إلى أن استمرار ممارسة نشاط بدني منتظم والحفاظ بذلك على اللياقة البدنية يساهمان بشكل أو بآخر في التقليل من خطر الإصابة بثلاثة عشر نوعا من نوع الصرطان واعتمد فريق البحث على مراجعة 12 دراسة وبحث علمي سابق شملت تقريبا مليون واربع واربعين شخص تتراوح أعمارهما بين 19 إلى 28 عام وتم تشخيص حالاتهم طوال هدح شر عام الباحثون وجدوا أن الرياضة قللت من خطر إصابة ممارسيها بثلاثة عشر نوعا من أصل 26 نوع من أنواع الصرطان مقارنة بمن لم يمارس الرياضة وشملت أنواع الصرطان التي تقلل مخاطر الإصابة بها في حال ممارسة الرياضة سرطان المريء إذ تراجع بنسبة 42% سرطان الكبد تراجع بـ 27% سرطان الرئة تراجعت نسبته بـ 26% سرطان الكلا نسبة 23% تراجعت سرطان الجزء العلوي من المعدة 22% سرطان بطانة الرحم بنسبة 21% سرطان الدم بنسبة 20% سرطان الخلايا البلازمية بنسبة 17% سرطان القولون 16% الرأس والعنق 15% الشرج 13% والمثانة 13% سرطان الثدي بنسبة 10% إذن هذه وفق دراسة علمية على أهمية ممارسة الرياضة ومدى مساهمتها في تقليل مختلف الأمراض أيضا مستمعين قبل أن أقراركم الخبر الثاني بس من بين المبادرات الجميلة التي تقوم بها هيئة الصحة حاليا في مبادرة قيادات في خدمتكم هذه المبادرة تنطلق الآن بشكل مميز جدا في حلتها الجديدة المبادرة كانت في السابق عبر التواصل بالهاتف مع أحد القيادات في هيئة الصحة بدبي اليوم المدير التنفيذي أو الشخص المعني يتواجد بشكل مباشر في المكان الذي يتحدد من قبل إدارة خدمة العملاء فاليوم اللي يزور مستشفى لطيفة والحاب يتواصل مع المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة دكتور مونة تهلك حاليا وفريق خدمة العملاء متواجدين في بهو المستشفى أو الاستقبال الخاص بالمستشفى قاعدين ويستقبلون العملاء بأنفسهم لمدة ساعتين تقريبا من ساعة 10 الليين الساعة 12 هم موجودين صح شواء من 10 لين 12 ولا من 10 لين 11 الليين 12 إذن على مدار ساعتين بيكونوا موجودين يستقبلونكم ويستقبلون ملاحظاتكم ويطلعون على كل المواضيع اللي ممكن من خلالها اتطورون في هذه الخدمة هذه وحدة من القنوات التواصل اللي طلعتها الهيئة عندنا مداخلة انزيل خلونا ناخذ هذه المداخلة مع عبدالله جمعة مدير شوان لدارية في مركز سكر حيالة عبدالله مرحبا أخي محمود يا هلا يا هلا الله يحييك الله يسألك شو مداخلتك اليوم نحن أطول العمر حبينا بس مداخلة في برنامجك الجميل وشاكرين يعني قبولك هاي المبادرة السريعة وأنا دايما أحب أني أشكرك أنت يعني ما شاء الله عندك يعني صبر معانا ودائما بالعكس واجبنا في هذا الموضوع الله يبارد فيك فنحن أطول عمر باتر عندنا فعالية في مركز دبيل السكري بهيئة الصحة في دبيل والفعالية هي عبارة عن يوم مفتوح يعني تبدأ من الساعة سبع ونصف الصبح لين الساعة هنتين ونصف بعد الظهر والبرنامج هو يوم مفتوح من خلاله يتم اللقاء مباشرة بين المريضة المصابدة السكري والفريق الطبي المعالج على أساس التوعية لمرضى السكري خلال شهر رمضان المبارك ومعرفة الفئات يعني الفئة التي تستطيع أن تصوم خلال الشهر والفئة التي لا تستطيع أن تصوم وطبعا التحدث كل الإجراءات الوقائية التي يجب يعني اتخاذها خلال شهر الصيام بالنسبة للمريضة والفئة التي تستطيع أن تصوم جميل أبدأ الله الدعوة عامة ولا هي فقط لمرضى السكري لا الدعوة عامة مرضى السكري يعني المصابدين بمركز دبيل السكري وأي إنسان مصاب بداع السكري موجود في دبي موجود في إمارة أخرى يستطيع أن يحضر وأن يقوم باللقاء مباشر مع الاستشاري والاستشاريين مع الفريق الطبي المعالج كامل ممتاز عبدالله إذن نحمع بتكون لنا وقفات في المستقبل أنا ما بغير السرسل معاك اليوم في هذا الموضوع بأخذ الموضوع بشكل مفصل في القادم من الأيام إذن أكرر الدعوة اليوم المفتوح الاستعداد لشهر رمضان المبارك غدا 25.05 من الساعة 7.30 صباحا إلى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر في مركز دبي للسكري والدعوة عامة صحيح؟ نعم شكرا لك سيد عبدالله جمع الحلوب الله يبارش فيك مدير شمال الإدارية بمركز دبي للسكري على هذه المداخلة إذن مستمعين نحن اليوم بنرجع لموضوعنا الرئيسي من ثم أنتم متعودين كل يوم ثلاثة نحن نفتح ملف صحي أو طبي يشغل بالجميع هذا الملف اللي فتحناه كان من مشكلة ذاكرة تخونني أبغي تذكر اسم المستمع إذا كنت معانا أنت نمر تذكر اسم المستمع اللي كان يتحدث عن الأسعار أسامة اسمه زيد المستمع أسامة كان يتحدث عن الأسعار وقال ليش ما تتطرقون لهذا الموضوع وقلنا له إن شاء الله راح نفتح هذا الملف واليوم ما نتكلم من خلال ملفنا الصحي عن أسعار الخدمات الصحية في القطاع الصحي وبيكون معانا بعد الفاصل الدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي في هيئة الصحة في دبي وأيضا دكتور محمد أسامة كيالي رئيس قسم التنظيم بإدارة التنظيم الصحي ما نفتح هذا الملف بناء على طلباتكم ما نتحدث عن الأنظمة والقوانين التي تعمل بها هيئة الصحة في هذا المجال ونستقبل اتصالاتكم ومداخلاتكم على رقم 600551414 أو عن طريق الرسائل النصية على الرقم 4006 فاصل وما نرجع لكم بإذن الله صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وحياكم الله معانا في الجزء الثاني من برنامجكم صحة وسعادة والذي نفتح فيه ملف طبي غاية في الأهمية بناء على طلباتكم مستمعين طلبتنا أن نفتح ملف الأسعار أسعار الخدمات الصحية في القطاع الصحي إذن للتواصل معنا على الرقم 600551414 أو عن طريق الرسائل النصية على الرقم 4006 يعني في البداية خلونا أرحب بضيوفي في السيديو دكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي في الصحة في دبي حياكم الله معانا دكتور وأيضا دكتور محمد أسامة كيالي رئيس قسم التنظيم بإدارة التنظيم الصحي طبعا هذين الإدارتين اللي دايما أنا أخلط بينهم أقول إدارة التمويل الصحي والتنظيم الصحي هما من الإدارات المهمة في تنظيم الشأن الصحي في إمارة دبي بشكل خاص وسن القوانين الخاصة بتنظيم القطاع سواء كان التأمين الصحي أو حتى التنظيم الصحي من خلال ترخيص الأفراد والمؤسسات للعمل في هذا المجال في البداية سمح لدكتور سامة بابتدي مع الدكتور حيدر دكتور خلني أتحدث بشكل عام عن الوضع العام في إمارة دبي بالنسبة لأسعار الخدمات الصحية بما أنك أنت على تواصل مباشر مع شركات التأمين وأنتم الجهة المشرفة على هذه الشركات وعلى تنظيم العمليات الآن إذا ما متحدث عن أسعار خدمات الصحية في الإمارة وهل هي أسعار مناسبة لهذه الخدمات أو هل هي أسعار جيدة مقارنة مع الدول المجاورة إذا كان المقارنة السليمة أو مع المنظومة العالمية في هذا المجال شكرا أخي محمود على الدعوة طيب هاي طبعا بالنسبة لدورنا احنا يتعلق دايما بالخدمات المتعلقة بالتأمين الصحي وضمان الصحي في إمارة دبي لو نظرنا إلى الأسعار الخدمات الصحية في إمارة دبي الموجودة في القطاع الخاص بنشوف أن الرينج في الخدمات هاي كبير جدا يمكن من أكثر الدول في وجود الاختلاف في الأسعار تبدأ الأسعار من أسعار جدا يعني مناسبة وجيدة وممكن ترتفع إلى أسعار تكون عالية أحيانا توصل يوصل الاختلاف في الأسعار لدى مقدمي الخدمات إلى أكثر من 12 إلى 15 ضعف يعني ممكن تبدأ مثلا زيارة الطبيب في بعض المؤسسات من حوالي 20 أو 30 درهم وقد توصل إلى 500 أو 600 درهم في بعض المؤسسات الأخرى طبعا مع اختلاف التخصص وشدة التخصص إلى آخره فالرينج هذا كبير جدا طبعا إمارة دبي دائما الحمد لله تتمتع باقتصاد مفتوح وفي النهاية تخضع الأمور هاي لعملية العرض والطلب يعني إذا فيه طلب على خدمات من خفضة التكلفة راح يكون فيه مؤسسات وعيادات ومستشفيات تقدم خدمات من خفضة التكلفة كذلك فيه طلب معين على الخدمات مرتفعة التكلفة يكون هذا الطلب متوفر دائما راح يكون فيه أشخاص حابين مثلا يدفعون أكثر شوية عشان يحصل نوع من أو ما يسمى بخدمات الضيافة الإضافية اللي يمكن تضاف على الخدمات الصحية والله أبا مستشفى في أبا تشوف الدكتور في خلال ساعة من اتصالي أبا دكتور يكون متخرج فقط من أمريكا فهذا السلاسة وهذا التنوع في سوق دبي والانفتاح الاقتصادي الموجود في سوق دبي بشكل عام مش فقط في القضاء الصحي يعطي المستثمر الفرصة لتوفير جميع أنواع الخدمات الموجودة في الإمارة هذا بشكل عام طبعا تاريخيا اللي صار أنه لما بدأت برامج التأمين وشركات التأمين تعمل في إمارة دبي أصبحت هناك تعاقدات ما بين مستشفيات قائمة وعيادات قائمة وشركات التأمين على لائحة أسعار معينة كانت هذه اللائحة ثابت يعني مع اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد وراجل المكتوم إلى قانون وضمان الصحي كان هذه التعاقدات موجودة في إمارة دبي اللي أضاف القانون من خلال دور هيئة الصحة في دبي في تنظيم أسعار الخدمات الصحية هي آلية تضمن السيطرة على الزيادة وتأكد من أي زيادات في الأسعار تكون منطقية وتدار بشكل منطقي يتناسب مع مقومات السوق المختلفة مع الآليات المختلفة مع معدل التضخم العام أو معدل التضخم الصحي وبالتالي وضع قانون وضمان الصحي في إمارة دبي آلية لتنظيم ارتفاع الأسعار لكن ما حدد أسعار للخدمات الصحية في إمارة دبي ودور الهيئة الرقابية من ناحية الأسعار دائما يركز على عملية تنظيم ارتفاع الأسعار بحيث أنها ما ترتفع بشكل مبالغ فيه لو قارننا بالنسبة للمنطقة بنلاحظ أن في متوسط الأسعار في إمارة دبي جدا مناسب جدا منافس إمارة دبي طبعا تحاول أنها تكون وجهة رائدة بالنسبة كذلك لسياحة العلاجية وبالتالي لازم أن تكون منافس لكن بالتأكيد في خدمات معينة ومقدمين خدمات معينة أسعارهم أعلى من المتوسط وهاي لأن عادة مثلا يكون عندهم تخصص معين أو شدة تخصص معين في مجال معين وهذا يكون له جد كثير من حتى خارج الدولة بالنسبة للتخصص هذا جميل طيب دكتور أنا عندي مجموعة محاور راح تناولها مع سير الحلقة ممكن تكون ما أرتبها بالترتيب التسلسلي هذا لأن هذا لقاء مفتوح مقلينا حتى إذا في مداخلات من قبل الجمهور أو كانت هناك أسئلة موجودة ممكن أن ناخذها في نفس اللحظة أذكر بالأرقام 600551414 أو عن طريق الرسالة النصية على الرقم 4006 دكتور محمد كيالي اليوم نتحدث عن حقوق المريض في التعرف على أسعار الخدمات الصحية طيب هل هناك التزام من قبل المنشآت الصحية بتعريف المريض بسعر الخدمة قبل تقديمها للمريض أنا أتذكر من تجربة شخصية خاصة بي يعني في أحد في منطقة دبي الطبية أو مدينة دبي الطبية توجهت إلى أحد العيادات دكتور تفاجأت بالسعر أنك ترايح بس فحص عيوني الفحص كله ما أخذ مني دقيقة تفاجأت أني أنا طالع بسعر يعني مبالغ جداً فيه ما يقارب تقريباً عشرة آلاف درهم على فحص عيون بشكل بسيط يعني أنا نصدق يعني معقولة مجرد أنه مسك عيني وكذا وهذا ولأنه الدكتور هذا بعيون زرق وأشقر والمكان عنده يعني مكان فخم كان للأمانة فالفكرة وين دكتور عشرة آلاف درهم تقريباً يعني أنا ما دفعت شركة التامين تدفعها لكن المسألة أعتقد أنه مبالغ فيها بشكل أو بآخر دكتور ذكر يعني أسباب الاختلاف ما بين عشرين ضعف دكتور قلت لي ممكن توصل لعشرين ضعف بتكلم معك عن آلية التسعير والمعايير اللي فيها لكن لكن دكتور الآن عملية التنظيم أنا ما شفت الأسعار موجودة قدامي على الأساس أني أنا عرف أن هذا أنا بدخل مثلاً حلاق زيني حط لي بدقص شعر كذا هذا السعر مثل قص ما أدري كذا هذا السعر فهني شو ممكن أقول في هذا المجات شكراً أخ محمود وشكراً أستضافتنا في هذا البرنامج المميز بصراحة أن الحق من حق المريض ومعرفة التكلفة للخدمات الصحية التي تقدمها المنشئة الصحية ونحن كهيئة صحة إدارة تنظيم الصحي نعمل بشكل متكامل مع جميع الإدارات إدارة التمويل الصحي هي أحد الإدارات الأساسية التي تتعامل معها بشكل دوري ودورنا كدور رقابي ميداني التفتيش يتم عن طريق التأكد أول شيء أنه لأحد أو وثيقة حقوق المرضى ومسؤولياتهم معلقة في جميع المنشئات الصحية وموفرة ضمن منطقة الانتظار أو منطقة الاستقبال عند العيادة بحيث المريض يعرف حقوقه أحد الصعوبات التي نواجهها أن المريض لا يقرأ كثير من معلومات وبيانات التي يعرف حقوقه وعرف واجباته شيء آخر أنه يحرج من سؤال عن سعر التكلفة هذا شيء آخر نحن نواجهه ويتأجينا بعض الشكاوي المتعلقة بهذا الشيء فنحن خلال برامج التثقيفية والتوعوية في إدارة نور دبي أو عن طريقية صحة دائما نركز على حق المريض في معرفة السعر والتكلفة قبل استخدام أو قبل العلاج فهذا حق من الحقوق ولازم يسأله إذا هذا التكلفة يكون ضمن هل يغطيها التأمين هل هو نسبة المشاركة في التأمين إذا هذا يجب أن يسألها المريض بحيث يستطيع أن يقرر اتخاذ والحمد لله نظام صحي في إمارة دبي يفتح للمريض حرية القرار والخيار في الوصول للرعاية الصحية جميل جدا يمكن من الأخطاء اللي أنا أتكابت أنا ما سألت عن التكلفة تماما ما هي في بالي لكن بعد ما شفت الفاتورة الصراحة يعني بغض النظر أنا راح أدفع جزء بسيط منها لكن حزت في خاطر أن هذا المبلغ الكبير على شيء يعني كان ممكن أن أسويه في مكان ثاني خلنا نأخذ هذه المداخلة إذا تسمحوا لي من المستمع مروان فضل مروان مروان سامحني أنا بطلب منك ومن جميع المستمعين اللي بيداخله معانا يعطونا الأسئلة بشكل مباشر على الأساس نفتح أكبر مجال لأكبر عدد من الأسئلة تفضل أخي مروان لا أنا ما عندي سؤال أصلا عندي وجهة نظر في الموضوع فضلك لسيلي يعني نقول لك يعني ما نمر الفاتورة كم تطلع يعني أنا بعطيك مثال رجحت أحد العيادات الخاصة بدون كرسامة من العيادة فما أخذت العلاج كامل يا أخوي يعني شيء بسيط سوالي فشفت الفاتورة 2300 درهم على شو أنا ما ثويت أي شيء فقال لي أنا بس أكمل العلاج معاك بعدين فالمشكلة يا أخوي نحنا شو نعتمد على التأمين فنتمنى أن الرقابة الجهة المسؤولة عن هذا الشي أن تشوف هالموضوع بالنسبة لها الشركات التأمينة وقاتلة قولك لا والله أنت استخدمت اللمت اللي عندك اللي في البطاقة على سبيل المثال ما الأسنان عندك الأسنان في لمت في الإنشورانس كارت هذو أنت استخدمتها خلال زيارة أو زيارتين خلال السنة في درس واحد خلص لك البجة مالك نعم سبحان الله باشر أنا في البراجة أبغي عندي علاج عندي شيء نحنا ما نقلل من كفاءة المستشفات الحكومية بالعكس أنا شوف المستشفات الحكومية من أفضل لكن المستشفات الحكومية التأخير فيها هذا اللي نحن نواجهه زي التأخير أما العيدات الخاصة العادة الخاصة يدخلونك على طول لأنها تجارية عادة كيف يدخلونك على طول فالأسعار مبالغ فيها وائد يا أخوية زي واضح نحن نقول والله التأمين هو اللي بيدفع نحنا بيدفع جزء بسيط فماشكي ذا بتفعنا مئتين درهم أو مئتين درهم من الألفين أو الثلاثة ألف هذا مش مهم واضح ولكن الأسعار وائد مبالغة يا أخوية نحن نتمنى أن العيادات الخاصة أو المستشلات يدون النظر بهذا الشيء واضح وهذا اللي نتمنى واضح يزالك الله خير مروان يزالك الله خير يا مروان قبل الفاصل بس تعليق بسيط على هذا المكامل اللي فتحت لي سؤال ثاني دكتور العيادات أو الدكاترة أول ما ديش عندهم فيه متطلبات معينة لازم لازم يسويها يقول والله أن هذه متطلبات طالبينها التنظيم الصحي اللي هي تحليل وأشعة وما ندرك هذا فيه متطلبات هذا يتدخل ضمن فاتورة التأمين زين أو الفاتورة الطبية يجب أن ياخذه وذكر المستمع المروان قال لنا يعني أنا ما نشوف أن هذه الأمور كثيرة فيها تطلبات مهمة وكذا الآن ندخل ما بين إشكالية أن فهمي أنا للعلاج والمتطلبات الطبية اللي لازم الدكتور يوفرها وأيضا الفاتورة النهائية اللي تدخل في هذا المجال فما أدري شو تعليقك على هذا الموضوع دكتور صعوبة تسعير في مشكلة أنه عدة عوامل تؤدي لتقرير سعر الخدمة الصحية مثل نوعا المواد لإستخدام الطبيب خلال العلاج حالة المريض المعقدة البسيطة وأشياء أخرى مثلا تكلفة المكان الموظفين وكذا الأخري كل هذه عوامل تؤدي لتسعير الخدمة وتحديد هذا الصعوبة الآن أنه المريض بيجلس مع الطبيب ويتحاور معه في العلاج هون مسؤولية المريض لازم يسأل عن سعر التكلفة تبعات العلاج هل في مثلا جلسات علاج أخرى مغطاية ما مغطاية كل هذا التفاصيل نحن دورنا أنه إيجاد التسعير الأساسية وهي متوفرة بكل المشاءات الصحية كألزامية حتى لو طلبها المريض بتوفرها كمطبوعة ويقدر يأخذها بس نحن مسؤوليتنا نشجع المريض أنه يسأل عن سعر التكلفة صحيح في مسج يقول دكتور حيدر من الوافدين يذهبون للعلاج في بلدانهم لغلاء أسعار الخدمات الطبية في الدولة أقل تشيك أب له يقل عن 1500 يعني 95 1500 درهم يعني 95 من غير العلاج بالمئة من راتبة تقريباً وكذا يقول يتكلم مع ما أدري يعني المهم الأرقام تدخل شوي المسج ما يكون واضح من وين ييب اللي راتبة 4000 أنا دكتور بأخذ الإجابة على هذا السؤال وأيضاً عندي مجموعة محاور أريد أن أطرحها كذلك سامحوني أنا كنت أريد أن أرخصكم شوي من وقت لكن الموضوع ساخن جداً ونبغيكم تكونون معنا طوال فترة فسامحوني وأخذ هذا الفاصل فأنتذكر بس المستمعين بالأرقام 600551414 للتواصل عبر الاتصال المباشر معنا من خلال المسجات 4006 فاصل وما أرجع لكم إن شاء الله صحة وسعادة أهلاً بكم مرة أخرى بسمعيني الكرام حياكم الله معنا قبل وفاصل يعني أتناول فاصل كنت أتكلم الدكتور قال لي شو هاي العيادة اللي أخذي عنك هذا المبلغ فخبرت أسل العيادة قال لي سبحان الله يعني هذه من بين العيادات اللي نحن حطيناهم خارج الشبكة شبكة توفير التيمين الصحي عموماً نرجع لموضوعنا الدكتور كنت أتكلم عن يعني الوافدين اللي يذهبون للعلاج إلى بلدان وليغلاء أسعار الخدمات الصحية أو الطبية في الدولة شو ممكن نعلق على هذا المسج؟ إذا تسمح لي بس أرجع للسائل اللي قبله وبعدين بنرجع للسؤال في ثلاث نقاط مهمة أنا بس أحب أذكرها بالنسبة للسؤال السابق مثل ما تفضل الدكتور أسامل للأسف المرضى عنه ما يحبون يقرونه وعنه جزء من زيادة ثقافة المريض بكيفية الاستخدام الأمثل للمنظومة الصحية هني المريض لازم يقرأ بوليسة التأمين يعارف أنا هاي البوليسة هاي اللي هي أتعبر عن استحقاقي من الخدمات الصحية شو حقوقي شو واجباتي شو نسبة المشاركة شو الحدود العليا والحدود الدنيا لازم يعارف شو حقوقها وواجباتها من خلال البوليسة هاي لأنه هي تنظم حصوله على العلاج وبالتالي لازم يقراها ولازم يعارف اللي له صاحب بطاقة التأمين على بالك ردد كارت ويشخطك المكان بالتأكيد هذا شيء مش مقبول لازم يعارف بالضب لأنه هي دايما بقاة التأمين تصمم بطريقة راعي الاستخدام الأمثل وتحاول السيطرة على سوء الاستخدام وتحاول توفق ما بين التكلفة وحصول المريض على العلاج بالضب دكتور تاريخ وسيط على هذا الكلام اللي ذكرت لأن هذه مسألة تنظيمية بحتة يعني تحقق لك الديمومة فإذا تستخدمها استخدام سيء راح تأثر بشكل أو بآخر على الجميع وممكن تطلع لقوانين أصلا تحد من هذا الاستخدام السيء اللي ممكنني كموضي وخصوصا في أطباء للأسف يمكن لما تكلمهم عن جانب المادي ينظر لك بطريقة غريبة يعني أنا في أحد المحاضرات كانت فيها جريب 700 أو 800 طبيب من أطباء العائلة فقلت لهم أنتوا حينتون توصفون الفحوصات هاي وتوصفون الأدوية هاي أطباء عموما فقلت لهم هل حد منكم يعرف سعر العلاج اللي يطلبه أو سعر الدول اللي يطلبه أحين كل يوم كم مريض تشوف عشرين ثلاثين كم دول تصرف هل فكر تسأل عن تكلفة الفعلية الواحد من الأدوية هاي أو واحد ما حد يعرف قلوني كيف أنت الدكتور ترمس عن الفلوس هذا هنا نتكلم عن حياة الناس قلت لهم الفلوس هاي اللي تدفع راتبك أخر الشهر فتشتغل ببلاش أنت فعملية الاستدامة المالية والتأكد من الاستخدام الأمثل للموارد المالية في المنظومة الصحية هو جزء جدا مهم ومسؤولية جميع أفراد المجتمع مش فقط الطبيب مش فقط شركة التأمين حتى المؤمن عليه حتى المستفيد نفسه يعني دائما نحن نقول المستفيد من التأمين إذا شك أنه في عملية سوء استخدام إذا مثلا مثل ما تفضلت المثال اللي يمكن لي ذكره الأخ والله أنا بتشرحك 2300 درهم لأنه في علاج بعطيك بعدين لكن الحين أنت بس من أصرفت 500 شركة المستشفى والعيادة ليس من حقها قانونا إصدار أي فاتورة لشركة التأمين لعلاج لم يقدم فقط يقدم الفاتورة على ما قدم حتى لو في باقة علاجية فلنفرض جيمتها مثلا 5000 درهم فلنفرض باقة الحمل والولادة الباقة ها يتغطي والله مثلا 10 زيارات طبيب مش عارف 4 ألترا ساوند سكان إلى آخره الباقة يتم الاتفاق عليها مع شركة التأمين لكن المستشفى أو العيادة في النهاية فقط يفوتر ما تم عمله للمريض يمكن لا سمح الله المريض ما عجب المكان غير إلى مستشفى آخر توفى لا سمح الله فهذه دائما من واجبات المريض أو المستفيد عملية التعاطي مع المنظومة الطبية بشكل صحيح ومثالي دكتور بالنسبة للمساج بنجاوب عليه بس نأخذ هذه المداخلة لأننا طولنا على المستمع ألو ألو وعليكم السلام هالأختي تفضلي تعرف عليك وعطيني أم عبدالله أم عبدالله أم عبدالله تفضلي أول شيء أشكركم على البرنامج الشيء ثاني شيء طراحة أنا من الناس اللي ما عندي بطاقات تأمين بس يوم أصير العيادات الخاصة يوم يثلوني عن بطاقة تأمين أقول لهم ما عندي مثلا أحس مني طايقون يعني وبالأحرى أني يمكن يحطون في بالهم أننا ما بنستفيد من وراها شيء لحظة أم عبدالله أنت من وين أول شيء؟ أنا من الشارجة من الشارجة وليش ما عندي بطاقة تأمين ما عندي بطاقة تأمين أنا ربت بيت ما مشكلة أعتقد دكتور الأنظمة حاليا تعطي توفر تأمين صحي في إمارة الدبي وفي إمارة البوظبي حاليا في أنظمة قائمة بس الشارجة ما عندي في بعض الإمارات الأخرى في برامج تأمين للموظفين فقط وأعتقدهم شغالين على برامج تأمين أخرى نزيل طيب ومعبدالله ملاحظتش يعني نمر يقول لي صح كلامها صح كلامها يقول يوم تدخل من غيرها يقولون في بعض العيادات والله يسئلون يعني مثلا من أي شركة تأمين أو عندك بطاقة تأمين يوم تقول لهم لا تحس بضيج يعني يضايقون هالمريضة لا منستخدم من وراء يمكن مضايجين عشان بيدفعون لا واضحة معبدالله في مداخلة ثانية بعد في شي ثاني محمد بعد يلا يلا ناخذ محمد ونرجع بارة ثانية بس وقف شوي خلنا نلحق نجاوب على الناس تفضل محمد ألو يا هلا تفضل محمد واختصر الله فيك الله يحيي تحياتي لأكيد الدكتور فضل أخي بخصوص شركات التأمين هذه الدكتور قال مفروض المريضة الطالع على 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 هالي الفوليسة هم معربة انجليزية ممتاز أوكي كلامك سلي اه وانا وانا وحيي من هنا من هذا المنبر الزاكر الله خير الشيخ محمد بن راشد اللي قال عن المواد الاستهلاكية مفروض يكون تصدار الهفاتورة باللغة العربية جميل مفروض شركات التأمين يعودوا عندهم مصدار باللغة العربية واضح محمد واضح واضح محمد لا بس والله الوقت والله الوقت عشان ارد عليك بس الحق الوقت بس يلا اختصر لي الله يطيك العاق الله يطيك العاق حلاصك تفاضل محمد اذا عندك مداخلة ثانية يخبرني اه عندي بس في شركات هنا معروفة في الدولة للتأمين لكن عندها عندها صمصارة شركات ذانية تعمل عندها بطايق وتحط بين قوسين الشركة هذه مثلا اسمها كذا لكن الغطاقة ذي سادرة عن شركة بين قوسين كيف مثلا نقوله سوبر ماركت المدينة فيه شركة تقصر المدينة اه سقر المدينة يعني تكون الشركة هذه المدهج الصيدة ليه يقولك هذه الغطاقة واضح نرجع للبداية مع غلاء الأسعار ويرجعون للعلاج في بلدانها هي بس النقوة الثالثة كانت بنسبة للمداخل الأولى فيه جزء يمكن يكون خافي دايما عن الأفراد اللي هو دايما في التعاقد ما بين المستشفيات وشركات التأمين فيه خصم يعني ممكن السعر يكون فلنفرض خدمة معينة سعرها 600 درهم لكن الاستكلفة الفعلية اللي راح تدفعها شركة التأمين هي مثلا 350 درهم وبالتالي مشاركة المريض تحسب كنسبة من السعر الفعلي بالتالي ممكن تشوف انت السعر موجود حوالي 600 لكن انت بندفعك 35 لأن مشاركتك 10% من التكلفة الفعلية اللي هي تم تعاقد عليها مع شركة التأمين فدائما التأمين كذلك فيه ممكن انه يقدر يحصل عليها هذا بالنسبة للأول بالنسبة للثاني اليوم مثل ما قلت لك الأسعار في إمارة تدبي تتراوح تراوح كبير ما بين أسعار جدا معقولة ومنافسة جدا وأسعار غالية تعتبر حتى بالنسبة للدول الأخرى من شذا لما هنا صممنا الباقة الأساسية في إمارة تدبي الباقة الأساسية هاي اليوم كباقة سعرها يتراوح ما بين 565 درهم إلى 650 درهم يعني باقة جدا منافسة توفر للشخص جميع احتياجات الأساسية في إمارة تدبي مش خارج إمارة تدبي والباقة هاي شركات التأمين ربحانة فيها يعني فيها طبعا إطار ربح بسيط جدا لكن موجود ضرورية نعم وهذا يقدم جميع الخدمات في إمارة تدبي يعني التركيبة اللي صارت جدا منافسة توفر للمقيم جميع الخدمات الصحية اللي يحتاجها بسعر جدا مناسب وللصاحب العمل اللي يشتري للباقة الباقة هاي بسعر جدا مناسب فحلينا قضية الاختلاف هاي وقضية الأسعار هاي عن طريق أم عبدالله بالنسبة الأم عبدالله طبعا لو رجعنا إلى أهداف قانون ضمان الصحي في إمارة تدبي أحد الأهداف اسمه جذب الاستثمارات إلى القطاع الصحي في إمارة تدبي أحد أهم وسائل جذب الاستثمارات إلى القطاع الصحي في أي منظومة صحية هو التأمين الصحي ليش هو يسمى ضمان الدفع للخدمة وبالتالي أنا لما عندي مستشفى إذا أنا المستشفى هذا أبني في بلد الدفع كله فيه يكون من خارج جيب المريض أنا ما عرف الاستثمار هذا اللي أنا عملته في المستشفى هذا كم بطول لين ما أحصل عليه ما في آليات واضحة هل الأشخاص يقدرون يدفعون للخدمات أو لا يقدرون وجود التأمين الصحي يعطي الضمان للمستثمر في القطاع الصحي بالتكلفة بالتغطية وبالتالي عارف هو أوكي دام الخدمة مغطى في التأمين الصحي رح يدفع لي التأمين وبالتالي أطلع من عملية قدرة المريض على الدفع أو عدم قدرة جميل المستمع محمد طرح موضوع وايد مهم دكتور أو ديكاترا في موضوع تعريب البوليس تطلع بالإنجليزية أيضا دكتور أحيانا تتوجه للعيادات الخاصة دكتور أسامة يا أخي ما عندك طبيب يتكلم عربي هذه من الإشكاليات اللي ممكن تصادفها إذا ما كنت ملم باللغة الإنجليزية خاصة عند كبار السن عند الناس الثانين فأعتقد في قوانين ملزمة في هذا المجال خلنا ناخذ قوانين خاصة بالتنظيم الصحي بعدها نروح على البوليسة كمان نرجع مرة ثانية لحقوق المريض أحد الحقوق الأساسية للمريض أنه يتحدث مع الطبيب بلغة سهلة مفهومة عن مرضه وعن علاجه فهي أحد المشاكل كمان جدا من المطلبات أي منشأة صحية بعد الترخيص توفير عدة لغات يتحدث فيها المريض بلغة سهلة ويمكن مقدم الخدمة يكون قادر يوفره اللغة المناسبة اللي تتواصل معها يتواصل معها ولازم يكون شرح المرض بلغة سهلة يمكن المريض فهمه يمكن فهم تبعاته وقبل أجراء أي جراحة يجب أن يكون في موافقة كتابية نعم سمح لي اليوم تخلص الكحة هذه دكتور خليغاني أرجع لمولوصة التمية فضل دكتور طبعا بالنسبة لبولص دائما كانت البولص باللغة الإنجليزية ومش بس باللغة الإنجليزية حتى بال small print يعني مثلا تلاقي فونت أربعة يعني فتطاع في الورد ما تحصل فونت أربعة أقل شيء ستة أصلا لو بس وبالتالي هاي الممارسات كانت موجودة بدأنا حتى بالنسبة للبولص نعمل ما يسمى بتوحيد طريقة عمل البوليصة شو التعريفات اللي تدخل في البوليصة شو أقسام البوليصة المختلفة حتى دخلنا في حجم الخط اللي لازم يكتب فيه وعملية اللغة العربية والإنجليزية كذلك هاي من الظوابط اليديدة اللي جزء منها تم إعلانها والجزء الآخر منها يتم إعلانها بتطوير المستمر لأنظمة التأمين الصحي في إمارة دبي لكن أحب أبشرك وقل لك أن برنامج سعادة كانت أول بوليصة التأمين الصحي عربية بالكامل لبرنامج سعادة اللي أطلق العام الماضي من صاحب السمو الشيخ محمد براج المكتوم البوليصة كاملة والجميع الأمور المتعلقة بالبرنامج باللغة العربية ومتوفرة كذلك على الموقع الإلكتروني وعلى التطبيق الجميل الشق الثاني بتكمل هذا الشيخ دكتور وبلس الجزء الثاني من مداخلة محمد بعد كذا نتحدث نرجع من الموضوع اللغة التي تتعامل فيها المريض مع الطبيب فمعظم العيادات والمستشفيات الحاصلة على الاعتماد الدولي أحد المطالبات الاعتماد الدولي يكون متوفر لستة قائمة وعدة لغات فحيث المريض إذا ما استطاع يفهم الطبيب يمكن يطلب مترجم مترجم هاي حق من حق المريض اللي يطلب فيها ويسألها ويحصل عليه إذا ما حصل عليه أو قصرت المنشأ في تقديم هذا بممكن يتواصل معنا في ملاحظات مصابلية نعم أنا من الدبي وساكنة في الدبي وجوازي من الدبي بس خلاص تلقيت تابع لزوجي كيف بالنسبة لبطاقة التأمين هذا السؤالي أنا وأيضا ناخذ مداخلة من أم محمد أم محمد اختصريني لأنه عندي تقريبا أقل من خمس دقائق تفضلي ألو ألو هلا أم محمد مرحبتيني هلا صباح صباح كلها بالخير الله صبحت من نور السرور تفضلي أخي محمود جد حالك الله يسلم تفضلي أنا وياكم أختي أم محمد الله يسلمك بالنسبة لل بطاقات السعادة بالأحرى أو البطاقات التأمينية بشكل عام في دولة الإمارات اللي تم بضعها سواء كان من الهيئات الصحة أو غيرها الأحيان اللي اللي ملاحظت أنت تتكلمون دايما عن البرسنتج وعن الفلوس وعن كم يدفع المواطن وكم يا أخي كم يتحمل المواطن أنا بأسألكم سؤال اليوم من الهيطاح فيها دعا من الهيطاح فيها هذه اللي يعني الإشكالية واللي أنا أعتقد لما أصدرتها الهيئات الصحية بالدولة لم تراعي إنه هناك سيدات من دول دخل المحدود أو من المطلقات أو الأرامل اللي يحتضنن أبناء ويعيشون معاهم وأوى إلى آخر اليوم اللي طاح في هذا الموضوع أو تورط في هذا الموضوع هؤلاء الأرامل أو المطلقات اللي هم من يعيلون أبناء هم من إمارات أخرى جميل واضح وبما أن هذه البطاقة مربوطة بخلاصة القيس اللي هي ظاهرة ممكن تكون من الإمارة أخرى إذن أنت لا يصلح لأيدي 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 أبناءك في الإمارة لأيدي بطاقة تكثر لك حق العيش الكريم والسعادة كما يجب أن تكون لهؤلاء الأبناء اليوم أنا سؤالي إلى هيئة الصحة بدبي لماذا تم ربط سعادة إذا كنا دولة واحدة نعيش تحت هذا الوطن الواحد لماذا يتم ربط بطاقة سعادة أو البطاقات الصحية في الدولة بشكل عام بخلاصة القيد هل خلاصة القيد المكان الفلاني تختلف عن الإمارة الأخرى واضح يعني أنا أتمنى أن يتم النظر الحين المداخلة واضحة بالنسبة لي في شيء بس عشان ألحق أعطي المجال يجاوبون وأختم الحلقة لأنه وائد الوقت دخل علي سامحيني في غير هذه الأسئلة محمد بس أتمنى أن يتم النظر في هذا الموضوع طيب طيب شكرا جزيلا إذن هذه بعد في مكالمة ما عندي وقت السلام عليكم يا هلا تفضل السلام عليكم أحمد يا هلا اتفضل اختصر لي الله يخليك الله يسلم بس نحن نلاحظ يعني في مجال إذا هي تصبح تأخذ بوجه كبيرنا أنا مقيم في دبي طالي ثمان سنوات والمكتب فهمنا تأمين بس يسمى الأفراد العمل ما يسمى الأفراد الأسرة إحنا نريد نسلم يعني الطالب يعني يستوين التأمين على الإقامة يعني أفراد الأسرة أو أولادي أنا هذاك النهار والدي مرض خذيت عن مشفى حكومي واضح التاعات 200 بليول ويسفر ووضع وتعبان مرضين يخلون قالوا لا يشاهدون مش طوارئ السؤال 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 كالتالي لماذا لا يشمل التأمين اللي توفر الهيئات الموظفين فقط لماذا لا تشمل العائلة صح؟ خلص تمام ممتاز واضح واضح بالنسبة لي في شيء ثاني بس لن عندي ثلاث دقائق والله عندي ثلاث دقائق عشان يجاوبون عليك بس ثلاث دقائق الله يسعد يا رب الله يحفظ دكتور باختصار الله يخليكم خلونا نجاوب بس الملاحظات لأن الوقت بدي داهمني بالنسبة لي أم محمد تناورت أكثر من شغله وهو ينسل الفكرة تبع من دبي وساكنة في دبي وجواري وجوازي من دبي بس الخلاصة تابع لي زوجي من إمارة أخرى بالنسبة لي طبعا سؤال الأخت نذكر أن جميع الخدمات الصحية التي تقدمها هيئة الصحة في دبي هي مجانية تماما لجميع المواطنين سواء من إمارة دبي أو من الإمارات الأخرى هيئة الصحة في دبي تخدم أي مواطن محتاج إلى خدمة بدون أي نسبة مشاركة في العلاج تم استحداث برامج التأمين الصحي للمواطنين من خلال سواء عناية أو سعادة أو غيرها لإضافة خدمة أخرى إضافية توفر خيارات أكثر للمريض بالنسبة للخدمات التي تقدم في القطاع الخاص إذن الأساس هو الخدمات التي تقدم في هيئة الصحة في دبي وهي خدمات جدا عالية المستوى من أفضل الخدمات في المنطقة وعلى مستوى الشرق الأوسط وتقدم بشكل مجاني لكل المواطنين بحيث أنه ما يكون فيه أي عبء على المواطن من ناحية أي نسبة مشاركة في العلاج سواء كان المواطن هذا من إمارة تدبي أو من أي إمارة أخرى الجميع يحصل على الخدمات في إمارة تدبي وفي مستشفيات وعيادات هيئة الصحة في دبي بشكل كامل جميل إذا هي تابعة في خلاصة القيد للزوج والجواب بالنسبة للحالة إذا كانت من إمارة تدبي تأخذ بيانات ووراقها وتتجه للتسجيل وتم تسجيلها في البرنامج جميل جدا أما بالنسبة للجزئي الأخرى فإن التأمين دائما هي خدمة إضافية وفرة الحكومة بشكل إضافي فوق الخدمات التي تقدم في الحكومة وطبعا في القطاع الخاص فيه نسبة مشاركة معين تختلف باختلاف البرنامج وتختلف باختلاف المكان الذي يحصل عليه بالنسبة لمستمعنا الأخير ما قال لي اسمه نعم طبعا قانون ضمان صحيفة إمارة تبي يلزم صاحب العمل بتوفير التأمين للموظف فقط ومن ثم التزام على الموظف طبعا دائما يتم تشجيع صاحب العمل بتوفير التأمين للعائلة كلها لكن والالتزام إذا ما وفر صاحب العمل على الموظف أن يشتري التأمين الصحي لعائلته ومثل ما ذكرت فيه باقات جدا جدا منافسة في إمارة تبي يقدر يشتريها الأفراد الأسرة بحدود 600 درهم للشخص في السنة وطالع الموضوع هذا جدا مهم ودائما نسأل فيه لأن إمارة تبي اليوم تعتمد على عدد كبير جدا من الشركات الصغيرة جدا اللي ما يسمى بالأسميز الشركات الصغيرة اللي عدد متوسط عدد الموظفين فيها حوالي تسع موظفين وعدد الشركات هاي أكثر من 135 ألف شركة إذا أجبرت الشركة هاي أنها توفر التأمين للموظف وأسرته يصير شو الخيار عند صاحب الشركة أنا شركة صغيرة دخلي صغير بقالة سيبر ماركت إلى آخره مكتب صغير إذا باشتري حق موظف وزوجة وثلاث أبناء بدفع حوالي 3000 درهم إذا باشتري حق موظف روحه بدفع 6700 درهم وأنا دخلي أصنع كل ما فأنا رح أوظف كل عزاب ما رح أوظف عائلات خلص فرح أستثني العائلات من القدوم إلى إمارة دبي صحيح إحنا نعطي الفرص متكافأة للأشخاص صحيح بعدين إذا صاحب العائلة راغب نيب عائلتي إلى إمارة دبي يقدر هو يشتري لها التأمين وبالتالي فيه تبعات اجتماعية للقرارات الصحية ذكر المستمع أن أنا خذت ولدي وعالجته ومبلغ وقدر هذا المبلغ كان ممكن أنك تشتري بطاقة التأمين الصحي مالك هذا ب600 درهم أعتقد وتشمله ويصير شسمه بتأكيد الهدف من الباقة هاي خوة محمود هو الحماية أن تحمي أفراد المجتمع تحمي صاحب العمل من حاجة العوز والحاجة نتيجة العمل إيقاعها سريع جدا أنا الوقت داهمني بس لأنه نمر أزعجني في المايك فباخذ منه بعد دقيقتين زيادة فبعطي الدقيقة لدكتور كدكتور حيدر كلمة نهائية وأيضا دكتور محمد أسامة كلمة نهائية خلني أبتدي بدكتور محمد تفضل دكتور نحن نركز مرة ثانية أهم شيء المريض يقرأ يعرف حقوقه يعرف واجباته ويسأل عنه ما يكون في حرج من هذا الشي لأن هذا حق من حقوقه وإذا فيه أي ملاحظة أو أي صعوبة يواجهها المريض بالتعامل مع بعض المنشآت الصحية الباب الهيئة مفتوح وإدارة تنظيم الصحي دائما على تواصل فيه استقبال الشكاوي جميل دكتور حيدر دائما تذكر لما يذكر التأمين الصحي يذكر عملية سوء الاستخدام أو زيادة الأسعار أو المبالغ المالية أو المبالغ دائما نحط فبان صحة المواطن لا تقدر إن هاي ممارسات فردية يعني صحيح في بعض العيادات أحيانا تسيء استخدام التأمين في بعض الدكاتوريسيون لكن هاي حالات فردية فلنفرض أنه كان عندي 100 حالة سوء استخدام في اليوم في إمارة تدبي يعني حوالي 3600 حالة في السنة في الشهر يعني حوالي 40 ألف حالة في السنة تعرف هال40 ألف حالة هاي من أصل 14 مليون معاملة تأمين صحي تحصل في إمارة تدبي لأنه لما تحسبها بالنسبة فاصلة 00001 من كمية المعاملات اللي تحصل في التأمين الصحي في إمارة تدبي قلت يوم دكرتها دكتور أنا قلت يوم هذا الرقم وايد كبير النسب المتعارف عليها عالميا في التأمين الصحي تصل إلى 5% من التكلفة الكلية للعلاج يعتبر متعارف علينا ممكن يصير فيها سوء استخدام وتلاعب وهذا يعتبر نسبة جيدة لأن الأنظمة الصحية الأخرى نسبة عدم الكفاءة فيها قد تصل إلى 40% من المبالغ المستخدمة في العلاج وبالتالي التأمين دائما يعتبر آلية جدا كفاءة في التعامل على قولة مخرجنا يقول هذا الموضوع يبغي لساعتين مبساعة محمود أنت منهم في شكل سريع أن تطرح هذا الموضوع لكن أنا في الختام لا أملك إلا أن أتوجه بالشكل جزي شاكر لكم وقتكم دكتور لأن لديكم ارتباطات ثانية فأنا جدا شاكر لكم هذا الوقت وهذا التواجد معنا دكتور حيدر ريوس ومدير إدارة التمويل الصحي في أية الصعب دبي والدكتور محمد وسامة كيالي رئيس قسم التنظيم بإدارة التنظيم الصحي يمكن ما أعطيناك حقك للأمانة في هذا اللقاب بس يزاك الله خير يا دكتور وسامحونا أن عطلناكم ومستمعينا يعني إن شاء الله ما نحاول نفتح الموضوع مرة ثانية بشكل مختصر خلني أتكلم يا أخي خلني أختم خلاص خلصوا بي ذاتي زين عموما حتى نلقاكم إن شاء الله في الغد نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي